سوف نرى الصور الذي أخذتهم أيها هي التي سوف نقوم بها طبعا لأن تباعة الصور كانت مكلفة بعد ما نحمضوا الفيلم ونطلعوه على شكل هادو السيور متاع الفيلم نفسه ونقصوه ولا ما نقصوش على حسب الطلب نشوفوا على طاولة متعضية وبمكبر زي الطريقة هادي طاولة متعضية هادي نحطوا عليها الفيلم ونقعد نشوفوا فيهم صورة بالصورة باش نعرفوا هل السوق لتستحق الطباعة ولا لا وهكي كنا نتابعوا في الصور اللي صورناه من الآخرة طبعا الناس اللي عندهم تليفونات توا والحاجات هادي ربما ما أمرهم لحقوا على الحاجات هادي بل مرات نديروا صورة واحدة فيها كل الصور اللي صورناهم بحجم صغير ونبعدوا نشوفوا فيهم واحدة بواحدة ونتأكدوا ان الصورة اللي نبوها هي هديكة ونرقمها ونعلمها ونبعدوا نصوروا فيها هذا راهوا لما الصور بدت شائعة وبدت يعني معاش مكلفة هلبة زي ما كانت تزمع عني نفسي في التانوية كنت ندير في الحاجات هادي كنت ناخد في دروس في التانوية طبعا برا ليبيا في التانوية وكنت نتعلم في التصوير من خلال الطريقة هادي بالكونتاكت شي تسمو فيهم طيب يعني هنيه أصبحت التصوير شائع وبدأ يكتر والناس كلها أصبحت تملك كاميرات وبدأت استوديوات متاع تصوير مزحومة بالناس خصوصا في العيد والمناسبات الاجتماعية والدينية الكبيرة وهادي قضية مهمة جدا وصلناها بعد الحلقات اللي فاتوا ثلاثة كلها موسيقى أهلين ومرحبتين بكم هذه الحلقة من سلسلة ليبيا زي ما هي ضمن برنامج فوسيفوسع والحلقة الرابعة هادي عن الصورة نفسها من أول صورة دخلت وتصورت عن ليبيا إلى الصور بعدها اليوم اللي هي الصور اللي محدودة ونشوف فيها كل يوم في وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا الصورة اللي يهمني هلبها هي الصورة والهوية الوطنية الليبية أو ما يسمى بالهوية البصرية للأوطان الحلقة اللي فاتت تكلمنا علي موضوعين تقنيين اللي هم الفترات الزمانية اللي مرت بهم الصورة وأنواعها وتكلمنا علي كيف نقر الصورة عبر التاريخ ونعرف الفترة الزمانية اللي اتصورت فيها وكذلك مصدقية العبرة المستخرجة من الصورة بما واحد يوردنا الصور يقولون أن هذه الصورة معناها هيك وهذه تفيد كذا وتفيد كذا هالكلامهم صحيح ولا لا واليوم احنا حاولوا نتكلموا على الصورة من ناحية كونها آدات دعاية وكذلك آدات من أدوات التسويق للهوية الوطنية وكيف تعاملت الشعوب مع هكذا مواضيع يعني هذه رهية اللي تشوفوا فيها هني هي بعض الشعوب استخدمت هذه الصور للدعاية الكلام اللي قلناها كلها في الحلقات اللي فاتت بيصب وبيوصلنا كلها للحلقة هذه وهذه الحلقة في نظري ربما الأقل إثارة لكنها الأهم مع أنها بروحها ما عندهاش معنى من غير الحلقات اللي فاتوا اللي همنا في هذا كله وبنتكلموا عنه بتوسع هو الهوية البصرية في ليبيا الهوية البصرية في ليبيا وحن نشرحها وهذه تتحكم فيها الصورة اللي نصورها للبلاد عن نفسها الطابع البريدي العملة الزخارف النقوش الرسومات اللقوات والمرضيع اللي تبان فيها الدولة يعني لما تمشي لدولة زي مثلا اليوناد فرنسا سويسرا يودي بلاش من أوروبا بكل المغرب تونس مصر مجرد ما تشوف الصورة أو تتفحص العملة أو يوصلك طابع بريدي تعرف أنها تصورت في البلاد هذا ولا حتى مرات حتى المدينة هذا هذا الإحساس المصاحب لمعرفة مكان الصورة والبلد والعادات المرتبطة بها تتسمى هوية بصرية هوية بصرية حنحاولوا نكتشفوا لو ليبيا ينطبق عليها وجود هوية بصرية نقصد هوية بصرية موحدة ولو كانت كيف وصلناها ولو ما فيش علاش ما فيش صدقوني الموضوع مهم جدا وحتكتشفوا معي أهميتها مع الحلقة حنتكلموا بيتوسع للكرتولينا وانتو تعرفوا شان هي الكرتولينا طبعا ربما نعطيكم مثال هنيه هذه الكرتولينا مثلا زمانة يتعبوا فيها من التالي ويكتبوا فيها رسالة ويبعدتها أو الكروت متاع الصفر تتسمى كذلك واللي بدت في العالم كلها سنة 1860 يقال أقدم 1160 مش قديمة هربا أو حتى بعده واللي بدت بكروت عليها رسومات أو زخارف ومرات ورق مقوة بس وانت تكتب عليها اللي تب به بدون وضعها في ظرف وهذا كان متبع في ليبيا في العهد العثماني الثاني وهذا واحدة من الصور من الكرتولينات اللي كانوا يستخدموا فيها في هذاك الوقت وأقدم كرت شفتها لهذه الهيئة هو الكرت هذا اللي يرجع لسنة 1896 وزي ما قلنا كرت فاضي وخالي من أي رسومات وعبارة عن زخرفة وخلاص اللي احنا مهتمين به هو الكرت اللي عليه الصورة من الجهة الخلفية وتكتب عليه زي اللي نعرفوه اليوم وهذا يعني شكله واحد متاعها ما تغيروش هلبة طول المئة سنة اللي فاتت قعد فيها مشهور بهالطريقة هذي وبعليش معلومة جانبية كذلك الكروت هذي هي الأشهر طبعا حتى اليوم تاخد كرت تكتب عليها في الجنب في الجنب الثاني وتبعتها وتحطها بطابعة بريضة رخيص هلبة وتبعتها لازم تدير فيها مش لازم تدير لها الطرف الهدف ان توري انك مرة كنت في المكان الفلاني عني شخصيا كل من سافر نرسل لروحي رسالة من هذا النوع وعليها طبعا بريدي تخليد للذكرى وتكلفة متاعها في أقصى حد دولارين هذي الشهر اللي فات السنة اللي فاتت في ديسمبر اظنني كنت مش اظنني اكيدا كنت في غرنادا او غرناطا واخديت الكرت هادا وكتبت عليه وبعدتها لروحي من الخلف يعني كتبت لي روحي رسالة وبعدتها لروحي كل من سافر نبعد رسالة زي هذه هذه طبعا للذكرى يستخدم فيها ناس هلبة للذكرى ومنها تحافظ على صورة من هذيك البلاد اللي مشيت لها وتأكد على انك انت مشيت لها ديك البلاد هذا الحق تعلمته من رواية كندية مشهورة باسم غريفن ان سابين المهم توا عندنا الكرتولينات وهذا النوع فيه شباب ليبيين هلبة يهتموا يجمعوا فيهم لهم سنين ويوثقوا يجمعوا فيهم الخاصات بليبيا منهم صديقي العزيز جمال المنصوري وهو ديبلوماسي في الخارجية الأمريكية وموجود في أمريكا من ثمانينات وعنده هوس بليبيا يجمع لها في كروتها من سنين والصديق الآخر هو يشام الترجوري موجود في أمريكا كذلك من ثمانينات كذلك وهو طبيب أسنان وعستاذ جامعي ويجمع في هذا النوع من الكروت أنا شخصيا نجمع في الكروت لكن مش بالقدرة اللي هما يجمعوا بها هادو قلت لك من ثمانينات هما يجمعوا به خلونا نولوا لموضوع الهوية البصرية ونحن نخصص حلقة للهوية للهوات الليبيين اللي هما عمود الحفاظ على الذاكرة الجماعية لكل الدول وهادو لازم نخصصهم حلقة لأنهم حقيقة مهمين جدا لكن خلونا نبدو الكلام على الطرق المبتكرة لترسيخ الهوية البصرية للبلدان بعد ما كانت الكروت تندار بصورة فردية عند مطابع لغاية ربحية اكتشفت شركات البريد اللي غالبا تتبع الحكومات أن الموضوع فيه ربح وفيه فايدة لترسيخ الهوية الوطنية يعني يربحوا فيه فلوس ويرسق الهوية الوطنية فبدو في طباعة الكروت بالتعاون مع الجهات المختصة ويجيبوا كبار المصورين والفنانين وشركات الدعاية ويخدموا معهم فهم يربحوا فلوس وفي نفس الوقت يرسقوا الهوية الوطنية من خلال الصورة طبعا عن بلدانهم للآخرين الكروت هذه بتمشي من بلاد من بلاد آخر فالناس بيتذكروا الصورة اللي يشافوها وناس على فكرة تفكروا الصورة أكثر من الكلام طبعا شركات ومؤسسات السياحة حول العالم بتكروا طرق هلبة لإشهار بلدانهم عن طريق الكروت الدعاية فمثلا نلقوا نوع من الكروت اللي هو هذا الكرت التلاتي الأبعاد عن طريقة أخرى مبتكرة هذه مش عارف كنا تشوفوا فيها في الفيديو لكن هذه الكروت مثل الحجة ونتبان مكة أو الكعبة تحديدا تلاتية الأبعاد في الليل وفي النهار في زيها على مكة في زيها حتى من اليابان اللي يجونا زمان هادو يتغيروا فيهم وتبان فيهم يعني الحجات هذه شكل تلاتي الأبعاد هذه النوع من الكروت حقيقة مثل الحج ومتاع الأهرامات مثل اليابان تونس كذلك والمغرب كان عندهم الكروت هذه دارهم لكن حسب علمي ما عمره اندارت في ليبيا وربما نكون غالط ولكن دورت عليهم في كل تركينا وما عمري شفت الحج والله أعلم هذه سمو فيها اللي متعلقة بليبيا ما عمري شفتهم والله أعلم لكن فيه راهوا كرتولينات تلاتية الأبعاد اندارت على ليبيا مش من النوعية هادي اللي هي تغيرها وتقعد تشوف فيها بالطريقة هادي زي مكة زي ما قلنا فيه مكة والمدينة فيه نوعية تانية اندارت واندارت من التلاتينات والاربعينات الكرتولينات هادي هادي صدقه لتصدق كرتولينات تلاتية الأبعاد فيها صورتين زي بعضهم جنب بعضهم وينحطوا في جهاز زي هذا وتحطها هكي عيوة ولما تشوف تشوف كأنك في الامكان اللي انت تشوفه كأنك يعني غادي تبان تلاتية الأبعاد بشكل رهيب جدا هذه عبارة راهوا عن كرتولينات في النهاية يعني مش حاجة شنسمعها في التالي تكتب فيهم الرسالة ومالقداب صورة ولتية الأبعاد وداروا منهم هلبة على ليبيا زمان في الأهد الإيطالي تسمى كرتولينا كرتولينا ستوريوكوبيكو المهم هذه الطريقة المبتكرة الثانية في إرسال الصور عن الدول اللي دعاية للدول الكرتولينات هذه و المهم وفيه نوعيات تانيات لكن ما استخدموهم ككروت مراسلة اللي هي هذه الصور التي التي تيت لبعاد وتشوفها بجهاز زي هذا طبعا هادو منشوهروش هلبة الصور هادو اللي قلتلكم عليهم منشوهروش هلبة علاش لأن مش كل حد عنده الجهاز هذا ف يعني لكن المهم نحن نعرف أنها اندارت في ليبيا في التلاتينات وحتى وهي الفترة اللي انشهرت فيها هذه النوع من الكروت السياحية زاد التنافس بين الدول في إشهار المعالم السياحية فيها وعطاها صورة نمطية وانطباع جميل عن بلدانهم من خلال الكروت مرة تانية وأحد الوسائل اللي هي نعتبر فيها يعني جدا مبتكرة هي الكروت من هذا النوع شوفوا الكروت هذا مكبرة ولاحظوا معي فيه نقبة في النصف هنا مش عارف تشوفوا فيها ولا لا الكروت هذا عبارة عن كروت مراسلة وفيه صورة من هنا كروت مراسلة وفيه صورة من هنا تعرفوا شنيه هذا الكروت هذا كروت وفيه أغنية عن المدن والدول اللي بعتوا بها تحطوها على الجهاز بتاع بيكاب هذاك اللي ساموا في بليبيا بيكاب الجهاز اللي هو يعني لعب فلسطيوانات الكديم تحط الصورة وتسمع موسيقى مع أنها ورق لكن عليها طبقة خفيفة جدا من البلاستيك وتسمع بها موسيقى عن هذه الدولة فأنت تشوف مثلا هنا تشوف في فرنسا مثلا أين الصورة هذه هذه إيطاليا تشوف في إيطاليا وتلقى أغنية عن إيطاليا من خلال الكرت فأنت تبعت رسالة من إيطاليا لبلاد ثاني الشخص يلتقتها يحطها في الوحدة ويسمع بها موسيقى ويشوف بها الصورة شوفوا يعني وين وصل الابتكار في الدعاية من خلال الكرتولينات في العالم وعلى فكرة هذا ندار حتى في مصر ولكن نادر جدا تلقاهم ولكن هلبة في أوروبا وآسيا وامريكا الشمالية يعني تبعت لأسرتك أو صديقك صورة كرتولينا فيها الصورة وفي نفس الوقت فيها موسيقى أنا غير بس هني نبي نبين لكم أن فاتنا هلبة عبر التاريخ وعلى شبابنا لم يشاهرتش من خلال الكرتولينات هذه وعلى شباب السياحة لم يفتحتش وطبعا فيها أسباب هلبة لكن الهوية البصرية ما تتمش ويمكن البنادي يستدرك هذه الأشياء كلها ونحاول نكتشف ولا مفيش علش مفيش وشين أنواع التذكار السفري المصور اللي طلع في ليبيا أو عليها يعني سواء في ليبيا نفسها أو عن ليبيا وحقيقة هو موضوع شوق جدا لأن الهوية البصرية في ليبيا كانت تتحكم فيها عدة أشياء زي ما بنشوفه والصورة أكيد واحدة منها فيه حاجة تنبيه الكثير من الدول خصوصا الدول السياحية عن طريق وزارة السياحة انتعهم وهي البروباغندا يعني شن هي الصورة اللي يببوا العالم يتفكروا بها بلادهم والبروباغندا ربما لها معنى سلبي لكن المقصد دعاية يعني وهذا اللي نشوفه حتى اليوم في الدول السياحية بدرجة أولى يبدأ هذا باهتمام بوضع شعار لبلادهم وشن الصورة اللي يببوا العالم يتفكرهم بها فمثلا غير على سبيل المثال إسبانيا تدير في شعار الشمس فأنت دي ما تتفكر بالشمس والطبيعة وكذا معنى في بلادك فيها الشمس لكن لما بتفكر الشمس تفكر في كوبا ولا في أسبانيا ولا كذا يعني المهم بتفكر الحضارة تفكر إيطاليا وغيرها وما فيش يعني سبب لأنك تعيدي اختراع العجلة هذا كلها ممكن وكان فيه محاولات في ليبيا حنشوفوها مع بعض ليبيا الصورة والبوستر واللوحة مروا بمراحل حنتكلموا عليها باختصار ولكن حنعرفوا إن شاء الله بكل مرحلة وبعدين بنتكلموا لأهم الليبيين اللي ساهموا في وضع هذه الصورة النمطية عن بلادنا مرة أخرى الموضوع بالنسبة لي مهم جدا المرة الفاتت تكلمت عن الصورة اللي هي على المرش كانت تتفكروا معاي والصورة من نوعية هديكة مش عارف ما زلت ما احتفظ بيها هني ولا لا المهم الصورة اللي على المرش كانت مهمة جدا كذلك في النقل اللي هي ارتباط بالموضوع هذا وبالهوية البصرية لأننا هنتكلموا بعدين عن الصلايدات هدي به خلونا نولوا شوية قبل ما نتكلموا على الصلايدات وتكلموا على التصوير والكرود هدي نبدو بالعهد العثماني التاني وللأسف المعلومات كاد تكون منعدمة على هديك الفترة العهد العثماني التاني وحتى الكرتولينات اللي اندارت في هذاك الوقت داروها أجانب زي هدي اللي بتشوفوها توا داروها الفرنسيس طبعوا بعض الكرتولينات البيضة والسودة على ليبيا من إنتاج سيمون وشراكاعه وهذه الصورة تصوير التاجيرين التشيكيين اللي تكلمنا عليهم في الحلقة الأولى اللي هما فريدريك وريتشارد وفيه زيهم تانيات بس لاحظوا أن الكتابة في الخلف بالفرنسية ووضح أنها موجهة للأنجانب كل الكروت من هذه المرحلة معنونة بذكريات من طرابلس البربارية سوفينير دو تخيبولي دو بارباري وعلى فكرة فيه واحد تاني من الصعب تحديد وقت طبعته للكروت يوقع باسم صالح بن جمعة وهذا كان يطبع في الكروت قبل 1907 واللي في الغالب يطبع فيهم في تونس أو الجزائر ويبيع فيهم في ليبيا وعلى فكرة البريد في ليبيا في نفس الفترة كان مقسم لبريد وطني مهترق للأسف وما فيش انتاج كبير البريد العثماني وكان فيه البريد السريع لأساساته فرنسا وإيطاليا الوطني العثماني والثاني لأساساته فرنسا وإيطاليا وغيرها والذي نعرف باسم البريد القنصري رأيه قبل الاستعمار الإيطالي وهذا نعدكم نتكلم عليه لما نتكلم عليه تاريخ البريد والطبع البريدي في ليبيا فغالبا هذه البوستكاردات موجهة من طرابلس لدول أجنبية مثل فرنسا وإيطاليا وكما نرى في التوقيعات والمعلومات المكتوبة غالبا متجهة لهذه الدول والحقيقة لم تكن هناك خطة أو برنامج محدد للعثمانيين لكي يكونوا أو يتحكموا في الصورة التي تطلع ويبينها على ليبيا في العالم أو في قلين طرابلس كما كانوا يسمون فيها في هذا الوقت وهذا ينطبق على ليبيا كلها حتى شرق ليبيا زي ما قلت خلوا الأمر التصوير نفسه في يد الأجانب سواء المقيمين أو الزوار التجار أو الرحالة يعني الكروت البريدية أو الكرتولينات بالرغم من وجودها في العهد العثماني الثاني لكنها لم تجد ازدهار وتوسع وتنظيم إلا عند الاستعمار الإيصائي الإيطالي في الأسف وخصوصا من 1922 وتعالى مجلس السياحي الوطني الإيطالي اللي كان في ليبيا وننتج كرتولينات هالبازيل التي تشوف فيها هذه التوا وأغرب الكرتولينات وأكثرها شيوعا هي من إنتاج إنيتي زي ما قلنا بالرغم من وجود منتجين ثانيين صغار وكان هم إنيتي ينصب في ثلاثة أشياء يعني بعد العهد العثماني المحتمين بليبيا جود طليان وهتموا بأشياء تانية إثبات أن ليبيا مقاطعة رومانية قديمة ويعني سامحوني من خلال الكرتولي التي تدروا فيهم أغلبهم عن الأشياء الرومانية والأثار الرومانية القديمة وإلى آخرهم بنقول ملاحظة جانبية باش تشوفوا الفرق بين العلم والعمل أيديولوجي فحتى البحوط الأثارية عند الإيطاليين تتوقف عندهم عند الأثار الرومانية يعني إيطاليا دارت كل الوسائل تثبت أن ليبيا إيطالية في نفس الوقت 40 سنة من السنان العجاف الذي عليهم القدافي ونجح إلى حد ما مع المهوسين القوميين العربيين زي القدافي يوقفوا في البحوط الأثارية الليبية مع بداية الغزو العربي لليبيا وكان حالهم باهي يولوا العصر البنيقي يعني هدوك يبيت أن ليبيا إيطالية ولها حق في ليبيا وهدو يبيت أن ليبيا عربية وبس يعني ما فرقتش كلها مش علم هدو أيديولوجيا لا تمثل العلم والتاريخ بشيء وهذا موضوع مهم لازم نديره عليه حلقات لأنها جزء من الهوية الليبية علاش احنا مهتميناش بالتلييب والاهتمام بليبيا وتشكيل الدولة الليبية وتشكيل الوعي العام بحيث كنا نحب بلادنا ونعرف تاريخ بلادنا وين بدته وكيف وصلنا إلى ما وصلنا فيه اليوم وهذا سنقوم عليه حلقات على فكرة في العهد الإيطالي داروا كرتولينات وكروض سفر ومناظر عامة من ليبيا التي متوفرة في النتب كثرة لكن الكرتولات كانت تصب في هذا الاتجاه متاع تعظيم مجد روما والرومان وكان فيه هدف آخر وهو استجلاب أكبر قدر ممكن من المعمرين الإيطاليين بشيعيشوا في ليبيا وفي هذا الاتجاه كذلك داروا الصور هلب للإنجازات الإيطالية في ليبيا ويتكلموا عليه الخيرات الموجودة في ليبيا وطبعا كان فيه إقبال كبير عفوا لا يوجد إقبال كبير على المجيء لليبيا لعند مجيء بالبو ودار مشروع استيطاني كبير ودار دعاية قوية مصاحبة لها ونجحت إلى حد ما في استجلاب نصف مليون مهاجر جديد لليبيا وكان أيضا الهدف الثالث استجلاب المستثمرين الأجانب لليبيا بهدف معظم البوسترات والكرتولينات وغيرها لهذا الغرض فالكرتولينات السياحية كانت وسيلة دعائية بامتياز يعني يعني لتبينها الكرتولينات هذه لا يعبر بالضرورة ولا يفصح عن التاريخ الحقيقي لليبيا ولا عن هويتها ولكن زاوية اختارتها الدعاية الاستعمارية بعناية لتروي جانبها من الحكاية وعلى فكرة كان الفرنسيين ينشروا في كرتولينات في هذا الوقت معادية للدعاية الفاشية من زاوية مختلفة على ليبيا وهذه صورة دعائية لتبيين خيرات ليبيا من إنتاج إنيتي اللي تكلمت عليها قبل شوية ولحظي شعارهم كان الغزالة وهذا موضوع ثاني بس الغزالة كانت الشعار اللي داره الطليان لليبيا واللي منه داروا ميدان الغزالة في طرابلس المعروف وفي نفس الشعار نلقو في المعرض الدولي ونلقو الطوابع والبوسترات السياحية بل وأول خطوط جوية حتى كان شعارها الغزالة حتى الشعار متاع ليبيا متاع متاع الواحد يقول غزالة يعني الأصل متاع لأن أصبحت أبستركت يعني بعدين في شركة النقل السريع في ليبيا العندي الرياضية وغيرها وزي ما قلنا هذا موضوع ثاني يعني المهم كان فيه شركات كذلك منافسة للشركة إني هذه للكرتولينيات زي الناشر باندتو وهذا انشار هلبة من الكرتولينات على ليبيا وغلبها تصب في نفس الغرض الدعائي الإيطالي وهي غالبها مصاحب للحملة الفاشية سنة 1922 وما بعد ونلقو كذلك شركات الاندل والحق ما نعرفش شين هي الشركة هذه بس نلقو ليهم صور هلبة وكرتولينية هلبة وكان تصويرهم يصب في تصوير النساء والأطفال وبعض الصور الفاضحة للأسف الشديد وأغلبها غير صحيحة وشخصيات غير ليبية تلبس في لباس ليبي في شركة بي أند اف يصعب كذلك ما عرفتها شين هي توا لكن كان كازيني اللي صور ليبيين بكل تنوعاتهم وصور حقيقية هذه المرة صور في مواض أوضاع ما تفهمهاش ما تعرفش الغرض منها وهذه فترة متأخرة نوعا ما بعدين في الفترة الإطارية اللي داره مطبعة الحجاجي واللي كانت شريك لبنديتو هذي إديتوري بنديتو اللي ذكرناه بكري والباين دار نشر خاصة به بعدين هذا حدث تلاتينات لأهد الإيطالي وهذا طبعا يبي بحث لأن يعني مواضيع هذي ما تعرفش لأن ما فيش حد خلالنا حاجة مكتوبة وعلى فكرة فيه كتاب طبعاته دار الفرجاني يتكلم عن الكرتولينات وهذا استعنت به شوية لكن ما فيش أي معلومات عبارة عن سرد ووضع للصور بدون حديث عن مهم الكتاب طبعا يحط في الصور لكن بدون الحديث عن من صورهم شين الشركات اللي دارتهم شين التواريخ المرتبطة بالكتاب هذا المهم في شرق ليبيا نلقو صور ناشا اللي تكلمنا عليه في الحلقة الثانية وصور أموريلي حتى هو وهذه الكرتولينات قليلة لكن موجودة ونلقو كرتولينات ريمولدي اللي تكلمنا عليه كمصور في الحلقة الثانية كذلك وهذه نماذج منها نولو للغرب الليبي في طرابلس فيه شركات جانبية هلبة ولكن اشتهر ستوديو جناح بكرتولينات من الثلاثينات وتعالى جاي لصحف اللي هودي اللي تكلمنا عليه اللي هو ركاح واللي تكلمنا عليه في الحلقة الثانية ونلقو بوفرة كرتولينات ستوديو فوتو آولا واللي هو حتى هو بداية في فترة مبكرة نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات وصور مناظر جمالية ولا تحمل لأي صبغة الحقيقة استعمارية أو دعائية وضح أن غايتها الربح لا غير يعني ما كانش عنده هدف أي ديولوجي من وراها فكان استمر في الكرتولينات هادي وفي البيع حتى بداية السبعينات على فكرة فوتو آولا هادي تكلمنا عليه بإسهاف الحلقة الأولى وفي الثانية الوكيل الحصلي لكوداك يعني من هذا بدنا نوضفه في الكرتولينات الملونة أول واحد طلع الكرتولينات الملونة في ليبيا وبدأ يدير في تعديل لغات على الكرتولينات يعني الهدف السياحي يكتب فيها من الخلف أربع خمسة لغات منها العربية وجاكوب برافانيل كما قلنا المرة اللي فاتت يهودي ليبي كان عنده شركة تصوير كبيرة في فترة الاستقرار أو الاستقلال عفوان هو استقرار واستقلال كان يتحكم في الكروت متاع مراسلات أو الكرتولينات في طرابلس ستوديو جاناح وستوديو أولا زين اللي تكرر هذا الظهور اللي استمروا من أواخر الاستعمار الايطالي حتى الانتداب لبريطاني وكان هدفهم زين ما قلنا ربحي صرف تجاري صرف ما عندهم مش مثلا زين ايطاليين غاية لاستجلاب الاخرين أو تثبيت ان ليبيا رومانية الاخرية في هذه الفترة ازدهرت الكروت وهي اجمل فترة خرجت فيها كروت ليبيا لكنهم استمروا ببعض الصور النمطية الايطالية على فكرة على ليبيا التي تسخت في ادهان الناس عن ليبيا وكانوا يصنعوا في كرتولينات ومعهم كذلك حتى صلايدات وهذه حنجوهم لو في فترة متأخرة واقدم ايطالي بدي هذا المشروع واستمر فيه حتى السبعينات هو كازيلا اللي تكلمنا عليه واستوديون السابقين هادو متاع جاك وركح اهني بنخش لمرحلة رابعة من الكرتولينات ما هو قلنا العهد الاثماني الكرتولينات اللي داروهم لفرنسيس بصراح البريد القنصلي وبعدين بداية الاستعمار الايطالي وبعدين الفاشية الايطالية وبعدين الليبيين جناح واولى هني صار فيه مصورين الليبيين نقصد بهم الليبيين مسلمين وإلا جناح وكذا الليبيين يهود يعني هما الليبيين كذلك طبعا ما يجبون نكر عليهم ليبيتهم ما لنا المصورين الليبيين حتى هما بدوا يخشوا في عالم انتاج الكرتولينات اول اسم ربما يتبادل للذهن وكان كروط طبعهم فوتو أولى للسياح هو عبد الحميد الشماخي وانشهر عبد الحميد بصور هلبة طبعا انشهر بثلاثة كروط طبعهم لهم فوتو أولى للسرائيل الحمراء طبعا هنا طرفة هنا كما كانت تفكر المرأة اللي فاتت قلت لكم انه كان في البوليس الاتحادي فالعمارة البوليس الاتحادي كانت الصرايا فكان استغل الفرصة وصور أجمل صور للصرايا وانطبعت فكارة لانتو ما زالت مخلدة إلى اليوم يعني للأمانة أجمل الصورة والتاريخ اللي اندارت لليبيا وكان لها سمعة كبيرة كانت الفنان والمبدع المخرج السينمائي والمصور عبد المنع الناجي وهذا كان عامل مع شركة النفط بدرجة أولى كان يخدم معهم هلبة وكانت شركة إيسو دارت مصابقة عن أجمل تقويم حائطي لليبيا يعبر عن الثقافة الليبية كان عبد المنع الناجي ثلاثة سنوات وغير بعضهم يكون هو الفائز الأول هذا كان في بداية الستينات ودار كرتولينات هلبة وطبعولة زي جناح وأولى وحتى إيسو نفسها طبعة كرتولينات وللألم هذا كان عبد المنع الناجي كان درس في أمريكا بمنحة كانت تقوم فيها النقطة الرابعة الأمريكية لمتفوقين الليبيين وتخرج منها الزواوي أحمد الدرناوي قضي شخصيات شهرة هلبة في ليبيا ما بعد الاستقلال المهم أهني هنا بنتكلم على شخصية ليبية مهمة جدا وحتى نعرف اسمها هلبة وتوقيها على الكرتولينات أصبحت أشهر من نار على العالم الشخصية هذه هي الفنان القدير الأستاذ سالم عليه السعدي اللي دار عدد لا يحصى من الكرتولينات اللي تخص المشهد السياحي في ليبيا بعمومة وتهتم بالموروث واللي شملت ليبيا كلها تقريبا دار أكتر من 4500 كرتولينا أنا نقول ربما أكتر وكان عندها حتى سلايدات قدم هلبة وهذا كان في أواخر الستينات وتشوفوا تهوه في النمواج متاعهم وهذه السلايدات عالم آخر بس خلي نقول أكتر كمية من السلايدات اللي اندارت علي ليبيا دار هالأستاذ واللي ذكرناه بكري سالم عليه السعدي وعلي فكرة هذا دار السلايدات لوزارة التعليم والجامعات زي كلية الطوب وغيرها وهذا النوع من السلايدات كان السواح يشرون فيهم 12 سلايدات مع بعضهم ينحطوا مع بعضهم بالطريقة هذه كان عندها محل في شارع عمر المختار مقابل محلات الكريكشي قبل الكنيسة بشوية بجم مطعم الكمال وهنا وهذا استمر مدة طويلة حتى ثمانينات وبعدين مع انتشار الكاميرا الديجيتال والتليفون انقضاء تاريخ الكرتولينات في بلادنا لكن في العالم روما ما زالوا يستخدموا في الكرتولينات ولا شخصيا كما قلت لكم لما نسافر نبعد في الكرتولينات بروحي المهم هذا الساعة من الشخصيات المهمة جدا في بلادنا والرجل لازال حي المهم بعدين نلقو مجموعة من الجيل الجديد من المصورين واللي خدموا على كروت وصلايدات طبعتها وزارة السياحة اللي منهم على سبيل المثال بس مش الحصور علي العباني طهرلمين أحمد السيفاو الله يرحمه علي التومي سالم تميمي يوسف الختالي طارق مادي يوسف الختالي هذا نفروض تكلم أنه هو الهول يعني سامهوني لأنه فنان مميز طبعا ومصور كبير ويعني المهم قبل ما نتكلم عن السلايدات خلي نوري لكم أنواق من الكرتولينات والكروت التي اندارت في ليبيا والتي ورأيتكم بعضها طبعا في الشاشة من هالكرتوليات هذه هالكرتوليات من تصميم وتصوير السعدي وهو الحق يمر يعني بمرحلتين مرحلة نهاية الستينات وبداية السبعينات توقيع المصورة للصورة من الأمام وبالعربية فقط وجودة طباعة متوسطة وهي اللي يدور عليها أكتر مجميع الكروت في ناس المرحلة الثانية كانت متأخرة نوعا ما وحسب ما فهمت من المقربين من المصور ضيقوه هلبة وشرطوا عليه شروط في السبعينات بشكل لا يوصف هوانا لما تمت التجارة وليخ ومع هذا تغلب عليهم مستمر حتى نهاية الثمانينات في محلها المعروف في شارع عمر المختار يعني كان وعلى فكرة في شارع عمر المختار كانت شركة سيكاميو التي تكلمت عنها بكري ديما توقيعات كروت المتاع من قول كروت سيشيليا زمان سيشيليا هو شارع مختار اليوم يعني من حاسن الصدف يعني ضوط شركات كارتولينات في نفس الشارع نقطة ثانية متعلقة بكروت السعدي الأولى بالإنجليزية بس لنه وصل يعني 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 يبدأ حتى بأربع لغات وهي مطبوعة بعد ثمانية وتمانين ونحن نعرف هذا لأنها ثمانية وتمانين لأن كان فرض عليه يكتب اسم الجماهرية العظمى عليه الكارتولينات من التالي عندك عندكم كذلك الكروتات اللي درتهم شركة السفر والسياحة أو الشركة اللي بيها للسفر والسياحة اللي هي للأسف الشديد ما تخضعش لحجم معين الكروت هذه هي كمثال عفونا باش ما نديرش باش ما نرخبطش الكروت الكروت متاعهم لو تلاحظوا وتقارنوها بالكروت التانيات حجمهم أكبر شوية يعني ما يديروش حاجة صح مثلا هنا عندكم الكروت متاعة قرزة واللي عليها توقيع علي محمد التومي هذه نلقو عليها مثلا من غدامز نلقو عليها توقيع الأستاذ طارق الرويمد مصور رائع لي بمعروف التالت اللي هي هذه متاع التالت السرج من دال عليها محمد المهدي الشريف والمهم يعني فيها البتانيات بدون توقيع لكن التصور والهيئة العامة السياحة صورت كروت هلبة بحجمين زي ما قلنا وبجودة عالية الحق يعني انطبعت في إيطاليا لماعة صورة يعني كواليتي كويسة كويسة يعني وبعضها فيها توقيعات مصورين وبعضها ما فيها توقيعات خلينا نسرد معاكم بسرعة باش ما نطول عندكم الهيئة العامة للنشر والتوزيع والإعلام نشرة كروت مهمات جدا رائعة جدا بجودة عالية جدا منها الورق المحبب وهذه وفيها رونة خيكية وألوانها تحافظ عليها وتقود هذه لا يوجد عليها توقيعات المصور وكلها بالعربي إلا مقولات الكتاب الأخضر مترجمة بالإنجليزية مش قلت لكم باك الكرتونيات هذه تستخدم للدعاية والبربغاندا ومثال كويس حي من خلف حتى الكتاب بالأخضر الحق داروا مناظر جميلة جدا لليبيا داروا الحلية الليبي داروا المدينة القديمة داروا مثلا هذا في يفرن في أحد مساجد يفرن أظن تمزجد المقر مزل الشيخ عمر الشماخي هذه مثلا داروها لجادو هذه داروها لقرزة المدينة القديمة وهلم مجر كباو إلى آخر توارق الحاجات هذه كلها داروا 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 كروت كويسات جدا جدا وجودة عية فيه بعدين مجموعة لشركة سيانا الإيطالية فيه مجموعة سيانا هذه داروا كروت هلبع بالأخص للأثار الرومانية في ليبيا الحق وهذه شركة استمرت وطبعت حتى السبعينات وكتبت في الخلف بالعربي والإنجليزي صاحبها كان إيطالي قزيل لهذا كان يأتي لليبيا حتى فترة السبعينات وربما الثمانينات ويطبع فيهم في إيطاليا بكميات كبيرة ويبيع فيهم في ليبيا البايم دارة فاري مع بعض الشخصيات في ليبيا هناك مجموعة من إنجاز المصور للمبدع عبدالسلام الطشاني وهذه للمنطقة الشرقية وكلها تقريبا برقة وتسمى ذكريات أو تشوفوا فيها بالإنجليزي وبالعربي وبعدين يكتب اسم المدينة باللغتين العربي وبالإنجليزي وللأسف مش كاتب مكان الطباعة متاهم لكن عندها جودة عالية في الطباعة ورق لما تصميم جميل اللي أكتر ممنظر في نفس الصورة أحيانا زي هذه واسمه يكتب فيه في أغلب هذه الصور بعضهم ما يكتبش في اسمه بكل لكن نعرف أنها من الطشاني يعني بسبب الطريقة اللي دارها بالضبط ونفس اللوغو اللي حاطها في الاثنين بعدين عندنا الصور في الشرق ليبيا من دا ما قاعدين في الشرق نتكلم عن المشموعات اللي دارهم الزني يعني الحقيقة مش مهمة جدا لكن فيها أكتر عليه المنطقة الشرقية من ليبيا وعليها على شموع مش مهمة هلبة بعضها بس كان يكتب عليها اسم المدينة لكن الغالبية متاعها ما يكتبش عليها حتى حاجة وأغلبها زي ما تشوفوا هنا يا إما رومانية يا إما إغريقية أكتر منتاعات اللي جاية من شرق ليبيا يكونوا يا إما عن الرومان أو الإغريق ما كانش حاجات هلبة وطنية ما نشعرف شن هو السبب في هذا بعدين زي ما قلنا مشكلتها النهية متاع الزني هذي ما تحملش اسم المكان اللي تصورت فيه وهذا أمر غريب لأن أصلا الهدف الأساسي من الكرت أنك تتعرف على المكان من خلال الصورة هذا بديه في تباعة الكرتولينات في الستينات تستمر حتى فترة متأخرة على فكرة بعدين فيه مجموعة المكاتب الشعبية الليبية في الخارج هذه يعني المقصود مكاتب الشعبية السفرات الليبية في الخارج هذه المجموعة متاع المكاتب الليبية في الخارج واضح أن هي تدير في الدعاية بش يرغبوا الأجانب في ليبيا وأن ليبيا من فتحها ورمان طبعا فيه صورة يسوقوا فيها لليبيا غير الصورة اللي يسوقوا فيها زمان في داخل ليبيا وبعض هذه الصور على فكرة سرقوها من السعدي وغيرها من التصوير القديم وعاودوا طبعها من جديد بدون إعطاء أي حق للمصور فيه مجموعة مهمة جدا ونتعجب فيها وهذه تقريبا أجمل مصور في ليبيا حتى الآن اللي هي مجموعة من مكتبة الفرجاني أو دار الفرجاني انطبعت بالتعاون مع أليف وطبعت في تونس ورق لما عنيق تصميم وراقي بالعربية والإنجليزية من الجهتين وأغلبها عن منطقة أغدامس أكاد أجزة من أغلبها أو كلها عن منطقة أغدامس فيه مجموعة حتى هي من إنتاج الجهاز التنفيذي للصناعات التقليدية حتى هو اللي هو علي رمضان اللعباني دار مجموعة منه وصور فيهم مجموعة وهذا طبعا المثال المتاح إغدامس من تصوير زي ما قلنا للعباني وهي باللغتين طبعا الإنجليزية والعربية فيه مجموعة مصحة الأثار حتى هي ومصحة الأثار التزوير موشحين الوحدات متاعهم بالمقالات الكتاب الأخضر حتى هم من الخلف وتشوفوا فيهم في الشاشة توا فيه مجموعة موقعة باسم التاري وهذه مجموعة غريبة جدا من الصور التي اندارت على ليبيا بشديات غريبة جدا فيها من الخلف فقط فيها طبعا اسم الملكداء حتى التصميم متاعها ليس الستاندرد الذي ديروا الإنجليزية ثم ترجمها بالعربي فمثلا اسم ليبيا يقول ليبيا الجماهيرية ترجمة من الإنجليزية العربي بدل الجماهيرية ليبيا جماهيرية وكما قلنا كانت ترجمة من الإنجليزية وليس العكس والخلفية متاعها ليس من التصميم الستاندرد المعروف وهي حقيقة غير تجودة عالية وما تفهم شون هو مضمونها شون هي رسالة بيوصلها على هذا التارقي وللأسف ما احترامي يعني لشكون هو التارقي هذا اللي يدير فيهم لكن عنيع عاسبة اللي شفتهم بس مش حاجة كبيرة في مجموعة من طباعة مركز الكتاب الأخضر حتى هي جودة عالية لونها أخضر فاقع من الخلف جودتها عالية جدا لكن بدون توقعات المصورين في مجموعة لا تجد فيها أي أثر لأي جهة ومكتوبة سطر قصير هيكي بالعربية وأغلبها مناظر أثرية رومانية وإغريقية الكروت اللي اندارت على ليبيا أعلى قيمة فيها من ناحية الجودة هي مجموعة دار الفرجاني ومجموعة الهيئة العامة للنشر والتوزيع من ناحية الجودة وهذه اندارت في بداية التمانينات وتليها طبعا مجموعة التشاني في شرق ليبيا حتى هي حقيقة جودتها عالية وتصميم حلو ومنظر أنيق أغناها من ناحية النوع هي مجموعة الساعدة بدون منازع الساعدة غطى مراحل كبيرة من العقود من التاريخ الليبي وأكثر ها طبعا وهتم بليبيا كلها بدون استثناء وكان يسافر هو وولده ويمشي ويصور 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 ويجيب منها وطريقتها في التصميم والترجمة الركية الملاحظة اللي بنقولها أكثر حاجة دارت في ليبيا الأثار الرومانية والغرقية هي أكثر حدا في الصور القديمة من مناظر يعني مع مناظر من العمارة الإيطالية في ليبيا هذه في البداية في البداية في العهد الإيطالي أكثر حاجة الأثار الرومانية والمعمار الإيطالي في ليبيا بعدها في الاستقلال بعض يعني تغطي جل المناطق الليبية لكن المدن الأكثر حضن بالكرتولينات الحق السعلي دار أكثر المدن الليبية لكن أكثر منطقة هتموا بها حتى مع عهد القدافي هي غدامس وهي مدينة أمازيغية لليوم يتكلم أهلها بالأمازيغية وجبل عموما من هنا لوت وكاباو جبل نفوسة وجادو ويفرق تتبعهم أوجلة يعني المضحك الموقع في عهد القدافي كان يحارف كل ما هو أمازيغي لكن لما يبي يوري موروثه جمال وطبيعة ومعمار لي بأصيل يوري في المناطق الأمازيغية ولما يجوه لمناظر الطبيعة الجبل الأخضر بدون منازع أكثر منطقة تصورت المرج وغيرها وغيرها سوسة شحات إلى آخره حقيقة جمال مش طبيعي في المنطقة الشرقية وبالنسبة للناس والأشخاص التوارق أكثر واحدين تتصوروا بلباسهم الأصيل والآخره وأكثر شيء طبعا للحضور هو حضور للحلي والألبسة تقريبا غطت كل المناطق في ليبيا منها المدينة الأقديمة والأسواق متاعها وغيرها أهني مرة تانية الكرتولينات راهندارت على ليبيا والصليدات كذلك التي أغلبها من الإنتاج السعدي هي كذلك معبرة عن كل التنوع الثقافي والحضاري لليبيا دون تمييز وهذا حقيقة الرجل يستحق التكريم لليبيا من خدمات وإن كان هدفه كان تجاري فيضل إنتاجه من أجل ليبيا وإبراز ليبيا في صورة حضارية ولكن مرة أخرى تضل أغلب الكرتولينات التي اندارت في ليبيا إما بدون هدف نهائي وغرضها تجاري صرف زي أوائل الكروت العثمانية التي لم يكن هناك أي هدف بعض الإيطاليين أو استوديوهات جناح وأولى وبعدها استوديوهات الصغار منهم طبعا هذا الذي قلت لكم لم يكن هناك أي هدف غير التجاري بعدين جاء السعدي وهذا حتى هو لم يكن لديه هدف غير هدف تجاري لكن يبدو أنه يريد أن يبرز الجنب الحضاري لليبيا أو تكون عندها إيديولوجيا صرفة استعمارية زي إنيتي أو وزارة السياحة أو مصلحة الأطار الليبية اللي هي العامة لنشر التوزيع والإعلام أو مركز الكتاب الأخضر كان حتى هو هدفها نشر مقولات لكتاب الأخضر وإثبات أن ليبيا عربية بس وإلى آخرهم إذن هذه كلها اهتمت بالقداة في مقولات أكثر من اهتمامها بالهوية البصرية الليبية فللأسف النتيجة الهوية البصرية لليبيا ومعالمها السياحية ومناظرها الجميلة حتى يوم هذا ظلت يتيمة ولا من يعتني بها سوى هوات ومصورين محترفين بدون دعم حقيقي أو مشروع دولة من أجل الرقي بالهوية البصرية الليبية لما نمشي نيه ونشوف في الرف كارت نعرف أن هذا ليبي هذا يتعلق بليبيا بالموروث الليبي الشيء المهم الثاني كذلك الباحثين عن الزمن الجميل في ليبيا في الكارتولينات تحكي جزء فقط من الحكاية لكنها تظل وثائق مهمة وداعم للباحث عن توثيق جزء مهم من تاريخنا شريطة أن تتعرض للنقدة والتفحص الدقيق بدون إفراط ولا تفريد زي ما يقولوا إذن النتيجة اللي وصلناها أن الهوية الليبية زي ما قلنا تحتاج الهوية البصرية الليبية تحتاج منها العمل الكثير وفي نفس الشي ينطبق عليه الصلايدات والبوسترات والدعايات التلفزيونية عن المعالم السياحية في ليبيا واللي متخبطة لعند توه حتى بعد تورد فبراير المهم وزار السياحة تروع موقع متاعها من الأسف شديد جدا جدا بائس والوزارات حسب تعاقبها ما عندهاش أي دور يذكر في الإعلام السياحي ما عندنا انصرفت عليها ملايين بدون أي فايدة تذكر زي ما قلنا للأسف مقارنة مثلا بجارتنا التونس اللي تصرف عشر ما يصرف في ليبيا لكنها عنده حضور إعلامي وهوياتي بصري وطني واضح للمعالم وهذا ينطبق كذلك عن المغرب إن شاء الله تكون الحلقة الحلقات الأربعة أعطتكم تصور عن تاريخ الصورة والتصوير في ليبيا من بدايتها وأعطت فكرة عن كيفية التعامل مع الصورة كوثيقة تاريخية وأعطتكم على الأقل فكرة عن أهمية إنشاء مركز وطني يهتم بالصورة والهوية البصرية الليبية هذا غالبا في الدول من عمل المكتبات الوطنية الكبيرة والمكتبات المركزية المهم المراحل في الهوية البصرية الليبية وهناي شرحت اليوم عن المراحل والتخبط اللي مرت بهم وإن شاء الله إلى حلقات أخرى نتكلموا فيها عن الهوية البصرية من خلال اللوحات والرصامين والنقوشات والعملات والطوابع البلدية وهناي نبقى نوصلوا لمعرفة الهوية الوطنية الليبية شن هي وين نبقى نوصلوا وشن هي الصورة اللي أعرف بها علي ليبيا في العالم إلى حلقات أخرى إن شاء الله ونتملوا نشوفوا بلادنا بهوية موحدة في أحسن حلة تفتخر بها بين الأمم شكرا لكم وشكرا على المتابعة تحياتي موسيقى اشتركوا في القناة